اشتركوا في القناة اثنان جوان الفين واحد وعشرين ان المركب قرر العودة للانتاج بداية من شهر جوان الجاري بصفة تدريجية وبطاقة انتاج تقدر بخمسمائة جرار سنويا ودافع بن جامع عن مركب الجرارات باقسنطينا واعتبره من المكاسب التي تحققت في مجال الصناع في السبعينات القرن الماضي بحيث ساهم في تغطية حاجيات الفلاحة الوطنية من الجرارات بنسبة خمسة وتسعين بالمائة واستبشر بن جامع بقدرة المركب على تجاوز الازمة المالية الخانقة الراهنة مع استئناف الانتاج خصوصا ان العمال البالغ عددهم 1200 عازمون على رفع التحدي رغم ان معظمهم لا يتقادون اجورهم كاملة وانما فقط يحصلون على مجرد تسبيقات واللي يبغي تأكد من الخبر ستجدون المصدر في صندوق الوصف دمتم في رعاية الله وحفظها سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة